تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من محالجة عدة قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أسفرت هذه العمليات عن توقيف عديد المتورطين وحجز عتاد ومبالغ مالية مستعملة في هذه القضايا في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتاء أنواعها لا سيما في شطرها المتعلقة بالهجرة الغير الشرعية عن طريق البحر علجت بحر هذا الأسبوع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيمو شنت عدة قضايا متعلقة بتهريب المهاجرين على إذرها تم توقيف 17 منظم من بينهم ثلاث نساء وقصر تتراوح أعمار الموقفين ما بين 16 إلى 50 سنة أسفرت العملية عن حجز أربع قوارب صلبة زورقين مطاطيين خمس محركات من مختلف الأنواع والقوة 24 صفيحة بنزين إجمالي السياع يقدر بـ 560 لتر سبع سترات النجدة ثلاث بوصالات واحد مذخة هوائية مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 2582 أورو مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 1500 دينار جزائري إنه خمسين هاتف نقال واحد سيارة سياحية نوع شانيش ثنين أسلحة بيضاء الموقوفين السالفين الذكر وجهت لهم جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدابير الخروج من التراب الوطني جنحة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ ومراكز غير مراكز العبور جنحة الإقامة والتنقل بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية جنحة الدخول إلى الترابة والجزائري دون سيفة الإجراءات القانونية جنحة تعريض قاصر للخطر بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السادة وكلاء الجمهورية لدى المحاكم المختصة إقليميا